مرحبا برج السرطان اهلا فيكم بشكل عام برج السرطان انسان جدا متواضع جدا حبيب جدا كيوت والاهم من ذلك كله هذا انسان ابدا ما يهم الماضي تبعك وكما يهم مثلا اذا سبق لك الارتباط سبق لك الانفصال عندك ابناء من زواج اخر هذا الشخص ابدا ليست لدي عقدة اجتماعية خاطئة ابدا وهذا شيء جدا ممتاز لانه رح يأتي في طريقك واشوف انه ما يهتم بالماضي تبعك وما يحكم عليك من اجل الماضي تبعك وهذا شيء جدا ايجابي اول شيء رح اجاوبه هني برج السرطان ما هي رح تكون على الاغلب حروف اسمه عندنا حرف الهاء الحروف الاخيرة في الابجدية حرف الهاء حرف الميم ايضا تكرر عندي وحرف اللام برجه هذا شخص طاقته هوائية اوكي عندنا هني برج الحوت موجود الابراج المائية موجودة بقوة في قراءتك الحوت العقرب ولكن الميزان ايضا موجود الابراج الهوائية والميزان موجودين اوكي لانه طابعة جدا هادئ صح هادئ بس التقشر الحليم اذا غضب ما يغضب هذا الشخص هو الفضاضة اذا شاف مثلا احد قاعد يصرخ على شخص ثاني او احد قاعد يعامل شخص اخر بشكل غير لطيف هذا الشخص يستفز هذا النوع من الفضاضة والتعامل ولكن غير عن كذي انسان جدا هادئ واحصابه هادئة وجدا كيوت خلينا نشوف وقت اللقاء بينكم هذا الكارت يقول لي وقت اللقاء رح يكون على الاغلب دائما في ثالث اسبوع من الشهر او بيكون في اخر جزء من السنة يعان مثلا نقسم السنة الى اربعة اجزاء كل جزء في السنة يكون ثلاثة شهر صح بيكون في الثلث الاخير في الثلث الاخير من الشهر او في الثلث الاخير من السنة اوكي لانهنه على وا efecto احنا نغلق لحين ما انتهت عندنا السنة لحين ما انتهت شهر بس قريب ان انا ندخل في الشهر الجديد هادئ هي الطاقة اللي امامي اوكي وعلى الأغلب بيكون وقت اللقاء بينكم هو وقت أنت يا برج السرطان عندك موعد عندك موعد في مكان معين موعد من أجل الزيارة أو موعد من أجل علاجك أو علاج أحد عزيز عليك ممكن يكون في المستشفى ممكن أن تكون موعد لزيارة أحد الأقرباء أحد الأشخاص فهني أنت على الأغلب أنت يا برج السرطان عندك موعد قاعد تحضر من أجل هذا الموعد هذا بخصوص وقت اللقاء خلينا نشوف الحين مكان اللقاء وين رح يكون أول شيء رح أوصف لكم الوضع أشوفك أنت يا برج السرطان معاك أحد في هذا الوقت في هذه اللقاء أنت معاك أحد وهو رح يكون لحاله احتمال أني قاعد واقف 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 وراء شيء إما واقف جنب سيارة أو وراء سيارة جنب طاولة إذا بيكون مثلا مستشفى جنب طاولة أو وراء حاجز وطاولة أنا مثلا رح يكون هو الصيدلي أو هو فني المختبر أو هو الطبيبة والممرض ففي حاجز جسدي حاجز فيزيكيلي يعني موجود لما يكون وقت اللقاء هو قاعد يستند عليه أو واقف وراء أتمنى أني يكون وصلت الفكرة خلينا نشوف حين مكان اللقاء على الأغلب هنا عندكم موعد لزيارة أشخاص من أجل تعزية مناسبة دينية أو أيضا موعد مستشفى من أجل المراجعة مراجعة روتينية إذا مو من أجلك بتكون من أجل أحد قريب منك أو صديق إليك وقاعد تذهب معهم وترافقهم إلى هذا الموعد أوكي هذا هو مكان اللقاء لأن أشوفه هو في هذا اللقاء كأنه ما أيضا ينتظر أحد من أجل أن يساعده ولابس كوت ممكن يكون الكوت الأبيض طبع التمريض طبع الصيدلة لابس كوت أبيض موصفات شكلة في هذا الكرت وهذا إذا تلاحظون في هذا الكرت هاي الطاقة اللي خبرتكم عنها برج السرطان هو رح يكون لابس لبس شبه رسمي من أجل أن يخدم الناس موجود من أجل أن يساعد الناس يخدم الناس يرشد الناس حتى احتمال كبير أنه يكون هذا مكان عمله أو مكان انتظاره نزيل ملابس رسمية على الأغلب يعتمد على بلدكم اللون يغلب عليه الأبيض أو الألوان المحايدة يعتمد على بلدكم يمكنكم لابس كوت الطبع أو التمريض أو لابس الثوب اللي يلبسونه في دول الخليج فيعتمد هنا على البلد موصفات شكلة بعيدة عن ما يلبس هذا شخص يميل لونه إلى الفاتح حنطي أو أبيض على الأغلب أبيض لو صاير حنطي بيكون من الشمس وسيم شعره أسود غامق عنده شامة ولكن هاي الشامة صعب أنك تلاحظها بوجه السرطان لأن هاي الشامة قريبة من شعره قريبة من جبهته من رأسه أو قريبة من أصابع يده فهني بعض الأشخاص عندهم شامات في منطقة في منطقة شوي مخفية هذه من أحد علاماتها لو أنت بتلاحظها لابس شيء رياضي إما الحذاء اللي لابسنا وقتها بيكون رياضي نعم صح لابس ملابس رسمية أو الكوت الرسمي ولكن إما الساعة اللي لابسنها رياضية أو الحذاء في شيء رياضي في لبسها خالط اللباس الرسمي مع اللباس الكجولة والرياضي نعم صح لابس في شيء رمادي أيضا في ملابسها احتمال الحذاء وانتو كرامة وقلت لكم وقلت لكم أيضا احتمال أنه أهوى ولا ما خبرتكم احتمال كبير أن يكون هذا الشخص يلبس نظارة نظارة طبية ولكن مو شرط واحتمال جدا كبير انزين خلنا نشوف الحين أطباعة ماذا رح يكون انطباعك عنا أول ما تلتقون هذا شخص هو بطبيعة العادية شديد الحياة أو منطوي على نفسه ولكن شوفوا لأنه عنده نوع من التناقض لأنه جدا يحب أن يساعد الآخرين فحبه لمساعدة الآخرين يخليه يتكلم ويتكلم بشكل أكثر من المعتاد على الأقل بالنسبة لهو فشوفه دائما يتكلم ويشرح كريم في أنه يشرح للآخرين مكان شيء معين مثلا توصلون فتسألون عن منزل شخص فلاني أو تسألون عن غرفة دكتور فلاني أو طريقة أخذ دواء معين فهذا الشخص رح تشوفونه جدا كريم في أنه يشرح بشوش جدا لطيف في الكلام لطيف كلامه صوته جدا هادئ ولكن يحب أن يتكلم معه خصوصا كبار السن جدا يحب أن يتكلم معهم لأنه هو مقرب من أجداده الموجودين أنزين خدوم متواضع لا يحب لا ينجذب للشخص اللي أنت حسك برجة سرطان أول وقت اللقاء يمكن رح يكون في أحد آخر في المكان امرأة أخرى لباسها أفضل شكلها أفضل مثلا جذاب أكثر رح تنظر تعتقد أنه رح يساعدها بشكل أفضل لأنه بشكلها يمكن مميز أو جذاب هذا الشيء أبدا غير صحيح مع هذا الشخص هذا الشخص لا ينجذب إلى المظاهر لا ينجذب إلى الشكل لا ينجذب إلى العطر ينجذب إلى روح الشخص لما تركوا روحك من داخل جميلة مرتاحة لطيفة طيبة رح يحس بالتوائم أو توافق شي سمونها؟ تآلف تآلف سريع معاك جدا جدا يحب الكلام معاك بار السن واحتمال كبير أن أول وقت لقائكم أول مرة رح يكون لأنه عندك أحد شوي كبير السن أو أنت برفقة أحد الوالدين فتشوفه أنه يشرح لهم يخرج حتى يبتعد عن الحاجز اللي هو موجود جنبه ويتعنى أن يشرح لهم أو يأخذهم إلى المكان ذكي إنسان ذكي يملك شهادة جامعية متعلم أنزل؟ هذه هي أطبعا برج السرطان خلا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج بشكل عام هذا شخص ماديا غير محتاج أعطيك فكرة عن وضعه حتى بعيد أو قبل أن تلتقي فيه هذا شخص يأتي من أسرة جيدة أسرة لا تملأ ما عندهم أي قلق مادي على الأقل أقل تقدير رح تكون متوسطة متوسطة المستوى فهذه الأشخاص ليس عليهم ديون ليس عليهم متاعب مادية ليس عليهم ويأتون من عائلة كانت تملك أشوفهم الكثير من المنازل يعني جدهم أو والدهم يملك الكثير من المنازل ملك فلذلك تشوفهم مرتاحين ماديا لأن أسسه نفسهم من زمان هو أيضا يعمل وعمل ممتاز كصيدلي أو كطبيب أو كممرض أو كصيدلاني فعمل أيضا فيه دخل جدا محترم ولكن بما أني قلت لك هذه المعلومة هذا شخص لا أهوى ولا حتى أسرته لا تهمهم المادة بالنسبة لهم غير ضروري ولا حتى يشعرون بالراحة مع الأشخاص اللي تهمهم المادة أو تهمهم المظاهر بشكل طبيعي لا ينجذبون لهم فبما أني أعطيتك هذه المعلومة هني رح أقول لك شنو رح يقدم لك لأنه أساسا شخص لا تهمه المظاهر والمادة فهني أشوف أنه رح يقدم لك الأشياء في البداية الأشياء المتعارف عليها الضرورية ومنها المهر ومنها شبكة الزواج ولكن مثلا لما تروح تاخذ اختار شبكة الزواج مع هذا الشخص اختار الشيء الطبيعي المتعارف عليه المقبول لا تروح في الأشياء الجدد أسعارها مرتفعة لأنه في بيئتها عنده رح يكون فيه علامة استفهام طلبات مثلا مادية زائدة نعم في بعض الزواجات الزوج والزوجة أو الأشخاص المرتبطين ينجح في هذا الوضع لأن أثنين هم يحبون المادة وأثنين هم يحبون المظاهر هذا الشخص لا يحب المظاهر وإن كان يملك المادة بالعكس يحب التواضع يحب الشيء البسيط الراقي الناعم اللي ما يخرج عن المتعارف عليه فهنين ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ رح يقدم لك كل محبته ومحبة أسرته لأن هذا الشخص هو قريب من أهله وأنت بالذات هذين الأسرة إذا دخلت عليهم لن تدخل عليهم برج السرطان باعتبارك شريك لابنهم لا انت تدخل عليهم باعتبارك خلاص فرد جديد من العائلة قريبين من بعض بهذا الشكل ويعتبرونك بهذا الشكل فأهله رح يكونون أهلك بعد فترة قصيرة هذا هي طبيعة العلاقة وهذا هو ما يقدم لك هذا الشخص وهذا الزواج رح يشجعك على إكمال التعليم أو على الأقل حتى لو أنت كملت تعليمك ولا ترغب في الدراسة رح يشجعك على أن تعمل على أن يكون لك هوية خاصة حتى بعيدا عنه هذا الشخص لا يرغب بأن يضعك في قفص ذهبي ويبعدك عن الناس أبدا ورح يشجعك أصلا لأنه شوفوا علاقتهم مطيدة علاقة بأفراد أسرة قريبة وجدا ممتازة مثالية حتى فرح يشجعك حتى أنت على أن تصبح أقرب مع أهله ومع أهلك حتى مع أهلك رح دائما يشجعك على زيارتهم على صلة الرحم على حتى أن تأخذ لهم الهدايا أو تذكرهم بشيء من الأشياء عرفتوا؟ تساعدهم وقبل الزواج بالذات هنا مع هذا الشخص رح دائما يحرص أنه أنت عندك موبايل وإنترنت مثلا لو اخترب موبايلك هذا الشخص رح طبيعته يأتي لك بموبايل جديد بباقة إنترنت عشان يحرص أنه هو يستطيع التواصل معك يحب أنه دائما يكون فيه طول اليوم تواصل رسائل بينك وبينها مثلا في الواتساب دائما يسأل عنك ويعرف أنت وين وين رح تروح شون رح يكون يومك ما هو برنامجك هذا الشخص رح يكون قريب منك المهر اللي رح يقدمه لك معقول الشكلة رح يقدمها لك معقولة لا شيء مادي يعني يخرج عن العقل والمنطق على حسب عرفكم اللي متوافقين عليه نزيل الزواج نفسه رح يكون مرموق المستقبل اللي أمامكم مرموق لأنه هو شخص جدا متعلم وله مستقبل باهر خلنا نشوف الحين أسرة هذا الشخص شريكك القادم في طريقك هذا آخر ابن لم يتزوج وأصغر لأنه هو أصغر ابن لحد الآن موجود في البيت ولم يتزوج في العائلة كل أخوانا وأخوتا الكبار تزوجوا وأغلبهم خارج المنزل ما عدا هو بحكم سنة سنة رح يكون قريب من سنك أو حتى أصغر منك بسنة سنتين لأنه قلت لك هذا الشخص لو تذكر في القراءة من ساعة قلت لك هذا الشخص لا يهتم بأنه بالأشياء التقليدية الأفكار التقليدية أنه دائما مثلا المرأة لازم تكون أصغر من الرجل دائما لأني أعزب ولم يسبق للارتباط لازم أرتبط بمثلا امرأة لم يسبق لها الارتباط أبدا ما عندهم خصوصا هو ما عندها هاي الأفكار الراجعية التقليدية اللي يمكن الكثير من المجتمع يكونون يتبنونها بس مو هو فهذا الطاقة تشجع لو قلتولي مثلا أنا والله من برج السرطان مطلقة أو أرملة أو سنة شوي كبير عادي مثلا أنه يكون هنا سنة 35 وهو سنة 29 و28 أبدا ما عندهم ما رح يكون في مشكلة أمامكم من أجل الارتباط خصوصا عنده هو رح يكون متمسك فيك وما رح يكون سبب من أجل أن يترك العلاقة انزل خلنا نشوف الحين وين راح تعيشوا رح يكون لديكم خيارات لا تنسون أن هذه عائلة تملك الكثير من الملك المنازل كذا عقار وشوف كل العقارات أو المنازل اللي يملكونها قريبة من بعض يعني منزل وقريب مننا أيضا يملكون بسان أو مزرعة وقريب مننا أيضا يملكون بيت الجد وبيت آخر كلها تقريبا في نفس المنطقة هنزين فبخصوص السكن نصيحتي لك وإن كنت رح تملك معا خيارات برج السرطان تستطيع أن تسكنون خارج في مثلا شقة مستقلة أو تستطيع أن تسكنون في بيت من ملكهم أو حتى تسكنون مع أهله هذا الشخص رح يفيدك كثيرا أنه في البداية تسكن قريب من أهله يمكن معاهم في نفس المنزل لأنه منزلهم أشوفه كبير وأخوته كانوا الكبار قبل سكنوا في المنزل لأنه في أقصى مخصصة لكل شخص لكل ابن من أبنائهم فسكنوا فيه ولكن بعدين استقلوا في منازل خاصة فيهم بعد عدة سنوات أشجعك أنه أنت تسلك نفس الدرب أنه في البداية تسكن مع أهله لأنه فعلا أهله رح يصيرون قريبين منك مثل أهلك ورح يفيدك الارتباط معهم وأنه تكون قريب منهم لأنهم أشخاص مفيدين غير مؤذين نزل حتى في علاقتك مع الشريك وبعد فترة تقدر شوي شوي أنه يمكن تسعى على أن يكون بيتك مستقل بعيد ولكن تعرفون هذه المرحلة أفضل أنه تأتي بعد الأبناء بعد ما تكبر الأسرة ولكن أمامك خيارات مع هذا الشخص نزل ورح يعطيك هنا أيضا خيار بأنه أنت تعيد تأثيف مكان موجود لديهم أصلا عقار موجود لديهم أصلا من قبل شقة موجودة في بيتهم أو منزل قريب آخر من منزلهم عنديك خيار أن تعيد تجديد هذا المكان وتسكن فيه انزل خلنا نشوف الحين ماذا سيحب فيك هذا الشخص ماذا سيعلقه فيك قلت لكم هذا الشخص ينظر إلى روحك لا ينظر إلى شكلك أو جسدك أو هذه المظاهر فهني ماذا سيحب فيك رح يكون الاحترام اللطافة نفس الأشياء اللي هو تشوفها في أطباعة إذا شافها فيك رح يحبها مساعدة الآخرين يحس أن قلبك طيب ما يحب طاقة الشك ما يحب طاقة فضاضة اللسان ما يحب طاقة أي طاقة سلبية ما يحبها هذا الشخص رح بسرعة تشوفها يستجيب بشكل سريع إذا كانت طاقتك هجابية بشكل عام إذا كانت طاقتك سلبية رح يهرب بشكل سريع أيضا ما عندها تحمل لأي شيء سلبي يحب إخلاصك لأهلك أن أنت تكون قريب وتحترم تحترم الأهل واي الضروري عنده تحترم أهلك وأهله تعامل بشكل جيد أهلك وأهله قريب منهم من أهلك وأهله واي الضروري عنده وقلت لكم ما يفرق معان أن هذا ثلاثة فما يفرق معان أن أنت سبق لك الارتباط أو سبق لك الزواج أو عندك حتى أبناء من زواج سابق أو أرملة أو مطلقة ما يفرق معاه ما راح يكون هذا هو السبب اللي من أجله يقرر أنه يرتبط أو يقرر أنه يبتعد أبدا ولا حتى أهله ما راح يكون فيه معارضة من هذا القبل ولكن في شيء لازم أقوله برج السرطان عشان يكونني بفعلا بلغت الرسالة مع هذا الشخص هذا الشخص لا تستطيع إذا أنت روحك كانت مريضة تعبانة تمر بمرحلة سلبية ما تستطيع أن تخدعه بأن تخليه يعتقد العكس أن أنت إنسان جيد وأنت إنسان سيء مثلا أن أنت إنسان قلبك طيب ولكن في الحقيقة قلبك متشائم حتى التشائم خليه يبتعد عنك فضروري أن تجهز نفسك تجهز نفسيتك وقلبك حتى قبل أن يدخل حياتك والحين بسحب لكم كرت عشان نشوف هل راح يكون من منطقتك أو منطقة أخرى من دولتك أو من دولة أخرى هذا الكرت عندنا طاح برج السرطان راح يكون على الأغلب من مدينة أخرى أكبر من مدينتكم مجاورة لكم قريبة منكم من نفس الدولة ولكن أكبر منكم من عائلة أيضا كبيرة ومرموقة وحب المدينة نفسها جدا كبيرة أنتوا اللي راح تكون مدينتكم أصغر أو على الأقل مدينة مهيمنة أكثر مهيمنة أكثر إما مثلا في البزنس أو مهيمنة أكثر في عدد المستشفيات المكان اللي يأتي منا عندهم هيمنة في شيء معين مثلا كل المستشفيات والأطباء الجيدين في منطقتهم أو كل الأسر الكبيرة الغنية العريقة موجودة في منطقتهم أنت تكون تأتي من منطقة أقل منهم في توفر مثلا المستشفيات أو أقل منهم سكنيا منطقة مثلا منطقتك برج السرطان غالية منطقتهم تكون أرخص في امتلاك المنزل أو العكس أو كل الأسر الكبيرة الغنية أو كل الأسر الكبيرة الغنية أو كل الأسر الكبيرة الغنية